أهلا بكم معاكم محمد زكريم من The Accounting النهاردة فيديو جديد هنتكلم على APE الفيديو اللي فاته تكلمنا على Depreciation و Amortization و اي علاقته بقايمة الدخل و اي علاقته بال Oil and Gas Accounting النهاردة هنتكلم على Authority For Expenditure اللي هو APE و دي كلمة هتسمعوها كتير في Oil and Gas Accounting والAPE باختصار شديد هو عبارة عن موافقة مادئية على تكلفة المشروع اللي هندفع فيه أو estimated of cost للمشروع دوت والAPE دوت بيجي عبارة عن زي ورقة بتوافق عليها المانجمنت بالbreakdown ايه الحاجات اللي هنصرفها على المشروع دوت سواء هنخفر سواء هنعمل facility سواء هنعمل work over للبير دوت والAPE دوت بيبقى كابكس او OPEX لو كابكس في حالة الحفر بيبقى OPEX في حالة facilities و و و و و و و بيبقى خارج او في نطاق البودجت طبعا احنا هنشرح البودجت بعدين ان شاء الله في فيديو تاني وهنا اعرف ايه هي البودجت فالAFE ده بعد ما بتعمل البودجت بتطلع الAFE وبتاخد موافقة عليها بالبريك داون هتصرف في المشروع بتاعك هتصرف ايه وكده يبقى انتهينا من الفيديو دوت وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم